إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين وقال أيضًا وَلَوْكُمْ تَقَضًّا غَلِيظًا قَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَهُوَ صلى الله عليه وسلم يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم ومعايشهم وَلِذَا هُوَ قَرِيبٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي شُؤُونِهِمْ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُوْ بَكَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُوْ بَكَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُوْ بَكَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في مرء إلا دخل الجنة رواه مسلم في هذا الحديث النبوي يظهر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وهذا ظاهر جلي في أحداث كثيرة منها ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن بعض من نوافل العبادات وليس الفرائط وهذه الأعمال الخيرية باجتماعها تكون سببا بعد رحمة الله لدخول الجنة أولها الصيام وهو صيام التطوء وقد اختص الله بثوابه وقد اختص الله بثواب هذا العمل كما قال في الحديث قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجَلِهُ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلْصَائِمِ فَرْحَتًا فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخَلُوفُ فَمُصَّائِمُ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَفِي صَوْمِ التَّطَوءُ وَرَدَتْ فَطَائِلٌ عَامًا كَقَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِعْدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا رواهُ مسلم أو صَوْمُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنُ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَ صَائِمُ رواهُ التِّرْمِذِي أو سيام ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في حديث البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه أو صالي خليلي صلى الله عليه وسلم سيام ثلاثة أيام من كل شهر وَرَكْأَتَي أَضْضُحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامُ رواهُ البخاري وقال رسول الله صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه وَمِنَ الصِّيَام مَا يَكُونُ سَنَوِيًا كَصِيَام يَوْمِ عَرَفَةً لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَسِيَام يَوْمِ عَاشُورًا كما في الأحادث الوارد الاكثار من الصيام في شعبان كما في حديث عائشة رضي الله عنه لم قالت عائشة لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا الثاني من الأعمال اتباع الجنائز وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق المسلم على المسلم فقال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري واتباع الجنائز إما أن يكون اتباعها بالصلاة عليها أو بالصلاة عليها وحتى يفرغ من دفنها والأخير أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله كيراط ومن شهد حتى تدفن كان له كيراطان قيل وما الكيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه الثالث من الأعمال إطعام المسكين وهو من الأعمال التي أمرها الله وهو من الأعمال التي أمر الله بها وخص عليها ومدح الله تعالى فاعلها فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وقد جاء في الحديث القدسي أنه يقول للعبد يوم القيامة يا ابن آدب استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم الراب من الأعمال إيادة المريض وهي من حق المسلم على المسلم وقد جاء في فضل العيادة أحاديث كثير منها قوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع رواه مسلم ويستحب للعائد أن يدعو للمريض بالشفاء والعافية وأن يسيه بالصبر والإحتمال ومن الأدئية القاضي معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازات على قبيح الأعمال وأبو بكر رضي الله عنه صاحب لرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن من مناقب أبو بكر رضي الله عنه وهو من الأعظم المناقب التي لا يشاركه فيها غيره قول الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دع سنان الله مع رحمة مع جنكي دكان يبو دا قدية دا جنجنا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى سرادة من يجن الله سنتبتغ من زوان الله صلى الله عليه وسلم لكن خدب من يوم زيجو كتيني أكام واني حديثنا أبو حريرا واني إمام مسلم يفتر حديثنا يأم باكوا سأيوكا بدا هدو دا إدام مسلمي يأسفان تدسو يأيكي دسو زيشي جاء الجنة انجي من زوان الله صلى الله عليه وسلم أكار كشم وانم حديثي زامو فهمتشي وانزوان الله صلى الله عليه وسلم يناد سوكين حالي كما يناد قرآن يتبطر منا شيا ساحب بي سوكي زمان تاردشي يجدا موانسو يأباسو واتو مفتح حكا كما يناد حديثي ما سوكا نون الله سبحانه وتعالى يَجَيَا مَنَا جَيْوَا مَزَنْ أَلَّا صلى الله عليه وسلم رَحْمَنِيْغَرِمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كما بادن سوكين هلين شباء دا سحب بان سنو ووات سن برشي وَلَوْكُمْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَمْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ دُوَا كَرْشَنْ آيَا سَبْوَ دَسَوْكِنْ هَلِينَ مَنْزَنْ أَلَّا صلى الله عليه وسلم سَحَبْبَيسُ كَتِي إِذَنْ سُنْ إِذَرْدَ سَلَّا هَلَوْكُنْ غَلَوْكِنْ حَوْلِكَ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر